بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السابعة دورة تعليم برنامج وورت الاحترافية في المحاضرات السابقة شرحنا كيفية إدراج الصور والأشكال وكيفية التزاوج بين الصور والأشكال وعمل تصميمات رائعة كالسي في وبوستر بسيطة في هذه المحاضرة راح نشرح أوامر متفرقة هذه الأوامر هي مهمة جدا لكل محترفي برنامج وورت وإن شاء الله ما راح ننسى الأوامر البقية يعني في كل صفحة من هذه الصفحات اللي راح نشرحها اليوم راح نشرح كم أمر والأوامر المتبقية راح نشرحها في المحاضرات القادمة بإذنه تعالى راح نبتدي بصفحة إدراج والأمر اللي هو إدراج صفحة فارغة طبعا من خلال هذا الأمر راح يدرج لي صفحة فارغة ونقدر طبعا نزغر العرض هذا الأمر اللي هو إدراج صفحة فارغة طبعا كل ما أضغط كليك على هذا الأمر راح تندرج لي صفحة جديدة وحتى أصعد إلى الأعلى وأضغط على أول صفحة وأقدر أكتب بصفحات البقية حتى أحذف الصفحات أضغط على المفتاح Backspace من الكيبورد راح يبتدي البرنامج يحذف لي الصفحات وألاحظ أن الصفحات جاية تنهذف صفحة الول الأخرى طبعا الإختصار للأمر إضافة صفحات أضغط على المفتاح Control و Enter راح يضيف لي صفحة جديدة اختصار للأمر صفحة فارغة من الأوامر الموجودة داخل برنامج Word اللي هي صفحة غلاف طبعا مجموعة تصاميم جاهزة البرنامج يصممهم وموفرهم متاحات للمصمن من ضمن هذه التصاميم تصاميم جميلة جدا مثلا هذا التصميم هذه الصفحة راح أوتوماتيكيا راح تروح بالصفحة الأولى ورح تكون غلاف مثلا نكتب عنوان لهذا المستند خلي نقول مثلا تعليم برنامج Word السنة مثلا 2017 مثلا ناخذ مثال آخر صفحات جاهزة نقدر نتعامل إياها مثلا هذا الغلاف طبعا تعليم برنامج Word اكتب المستند الفرعي نقول مثلا تأليف بها عبدالستار جبار وهكذا ممكن فتنبذة مختصرة نكتبها عن الكتاب بهذا المكان طبعا نقدر نغير الألوان يعني هذا الشكل مثلا إذا ما عجبنا اللون نقدر من تنسيق وتعبئة الشكل ومثل ما تعلمنا نختار اللون اللي احنا نريده وممكن هذا الشكل نقدر نمطي نفس اللون وهذا اللي هو النص نقدر نمطي لون أحمر وليكن ونقدر نتعامل إياه بكل بساطة بناحية التوسيط ومن ناحية Bold أيضا نقدر هذا الشكل نمطي توسيط صار عندنا هذا المستند مستند جميل جدا وصفحة غلاف جاهزة ممكن نستخدمها طبعا حتى أحذف كل شي Ctrl A وأضغط Backspace Backspace رح يحذف لي كل الصفحات وكل المعلومات المكتوبة بالصفحات ويرجع لي صفحة وحدة بيضة فارغة طبعا قلنا هذا الخيار مهم جدا اللي هو من خلاله نحول اتجاه الكتابة من العربي للإنجليزي أو من الإنجليزي للعربي ويفضل أنه إذا كان النص أو إذا كان النص عربي نختار الاتجاه عربي بعد من خيارات إدراج الجميلة إدراج التاريخ والوقت مثلا إدراج مربع نص في الكتب الإدارية عادة يخلون بيها المكان التاريخ مثلا نقول التاريخ والوقت في حال أنه الآن عندي وصل وصل مثلا أو كتاب إداري أقدر أضيف التاريخ بشكل أوتوماتيك يعني يكون هذا قالب التاريخ رح يتغير بي بشكل أوتوماتيك يعني مثلا لمن أجي أروح على إدراج والتاريخ الوقت وأختار تنسيق من هذا التنسيقات وليكن طبعا وليكن هذا التنسيق يفضل هنا نختار الأمر تحديث تلقائي هذا الأمر شنو فائدته فائدت هذا الأمر هو أنه لمن أفتح المستند باتشر يعني مثلا اليوم ألقى 16 أفتح باتشر ألقى 17 و12 وهكذا يبقى البرنامج يحدث للتاريخ اللي ينظف بهذا المكان بشكل تلقائي وبشكل أوتوماتيك يعني مثلا هنا 16 طبعا هو يستند على تاريخ الكمبيوتر 16 ممكن باتشر راح يكون 17 ويتغير لي وهكذا طبعا أقدر أضيف وقت مثل ما أتعلمنا التاريخ والوقت أختار التاريخ والوقت وممكن نختار مثلا الوقت وليكن هذا الوقت هنانا الوقت اللي هو ساعة 8 46 دقيقة 39 ثانية ممكن واحد يسأل يقول الآن أطبع حانطباء ليش أتعب نفسي وأضيف التاريخ والوقت طبعا فائدة الإضافة أنه البرنامج راح يحدث لي الوقت والتاريخ بشكل تلقائي يوميا وبعد ما يحتاج أني أغير بالتاريخ ولا بالوقت هذا في ما يخص الوقت والتاريخ طبعا بقية الأوامر راح نشرحن ونرجع لهم بالتفصيل إن شاء الله راح نتحول إلى صفحة تخطيط الصفحة ورح نشرح بعض الأوامر الهامة في صفحة تخطيط الصفحة أول أمر اللي هو الأمر هوامش طبعا الهوامش هي المسافة الفاصلة بين نهاية الورقة وبداية النص وفي الورقة تكون وفي الورقة تحتوي على أربعة هوامش هامش يميني وهامش يساري وهامش من الأعلى وهامش من الأسفل أو هامش علوي وهامش سفلي حتى نتعرف على الهامش بشكل أداء نضيف النص الافتراضي اللي هو يساوي rand أفتع قوس أسدل قوس enter هذه المسافة اللي هي بين النص وبداية الورقة يسمى هامش وفي هذا المكان يسمى هامش علوي هذه المسافة اللي هي بين النص والجهة اليمنى نهاية الورقة من اليمين يسمى هامش يميني وهذا هامش يساري وهذا هامش سفلي طبعا الهوامش بها انواع مثلا ضيق الضيق هو يكون سمك الهامش او مسافة الهامش تكون قليلة مثلا هامش متوسط وهامش عريض وطبعا نقدر نختار هامش مخصص يعني انا مثلا اريد هامش من اليمين مثلا عشرين ملم ومن اليسار عشرين ملم ومن الاعلى ثلاثين ملم بيجي حالة انا ما اقدر اختار من هذين الاوامر ليش لان هذين الاوامر رح يطني هامش متساوي مثل ما تلاحظون طبعا في حال انه وردت استخدم هامش مخصص حسب المسافة اللي انا اريدها رح اختار من هوامش وهوامش مخصصة ومثلا من الاعلى ثلاثة سنتيمتر من الاسفل مثلا اقدر اكتب كتاب النص واقدر من خلال السلايد مثلا اثنين من الايسر او من اليسار ومثلا اثنين من اليمين واقدر من الاسفل ايضا ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر موافق الاحظ انه من الاعلى ثلاثة سنتيمتر من اليمين ثلاثة سنتيمتر من اليسار ثلاثة سنتيمتر اه في حال انه واحد يسأل يقول ليش انت خليت من الاعلى اكثر من اليمين ومن اليسار طبعا مشرط حسب الاستخدام ممكن انه بعض الكتب اه العربية تكون هذه المنطقة هي خاصة بالكبس والتنضيد في هذه المنطقة نخلي مسافة حتى لما نكبس الكتاب ما تختفي النصوص او الكائنات الموجودة طبعا اذا كان الكتاب انجليش او انجليزي فضلا نخلي هاي المنطقة كبيرة حتى ما تغطينه اه الناس اثناء الكبس في حال انه لو عندي كتاب اه الكتاب اه يعني مثلا كتاب ورقي اه هاي المنطقة ممكن تحتوي على رأس وتذيل وهذه المنطقة ممكن تحتوي على رقم الصفحة طبعا شن هو الرأس والتذيل ان شاء الله راح نشرح هن الرأس والتذيل ورقم الصفحة وراح نخاصل هن شاء الله جزء من محاضرة ونشرح كافة التفاصيل ونشرح اه كيفية اضافة التأثيرات الجميلة في الرأس والتذيل وارقم الصفحات بالتفصيل ان شاء الله طبعا هذا فيما يخص الهوامش موضوع بسيط ما احب يعني انطي اكبر من حجمه نجيه الى الاتجاه الاتجاه هو اتجاه الورقي اما عمودي اما افقي طبعا هذه الورقة هي اتجاه عمودي ونقدر نغير اتجاه الى الافقي من خلال تخطيط الصفحة الاتجاه ونختار افقي طبعا في حال لو اردت استخدم الورقة كبوستر او اعمل بوستر واصمم بوستر يفضل ان البوستر يكون اتجاه افقي فيما خص الاتجاه بسيط جدا اما اتجاه عمودي اما اتجاه افقي طبعا فيما يخص الحجم توجد عدة احجام للورق والمقاسات مثلا حجم اي فور الشهير وحجم اي ثري الشهير ايضا وحجم اي فايف وممكن اي سيكس ونختار اي تو ونقدر احنا نختار اي حجم احنا نرتقي مثلا انا اريد اي ثري صارت عدي حجم الورقة اي ثري او مثلا اي فايف صار عدي حجم الورقة اي فايف بالملاحظة انه اي فايف هو نصف الاي فور والاي فور هو نصف الاي ثري يعني العملية عكسية كل ما يزود الرقم كل ما تقل حجم الورقة اه طبعا نقدر احنا نختار حجم مخصص مثلا انا لو فرضا ردت استخدم كرت شخصي وان شاء الله رح يكون تطبيق اه شامل على الكرت الشخصي وشلون نشتغل الكرت الشخصي الكرت الشخصي اللي هو الكرت اللي بيه المعلومات اللي يقدر ننضي للاشخاص حتى يعرفون معلوماتنا وطبعا نقدر نختار حجم الكرت اللي هو تسعة سنتيمتر للعرض في ستة الارتفاع او خمسة بوينت خمسة للارتفاع طبعا احنا رح نطيقكم كمثال انا مثلا اريد اشتغل كرت شخصي اي فضل ان اكون حجم الكرت الشخصي بنفس الحجم الحقيقي حتى اغير الحجم الورقة الى نفس الحجم الحقيقي اروح على الحجم ومن احجام الورقة الاضافية ومن العرض اكتب تسعة سنتيمتر يعني عرض الكرت الشخصي تسعة سنتيمتر ومن الارتفاع اكتب خمسة سنتيمتر او ستة سنتيمتر وموافق الاحظ انه صار عدي حجم الكرت بنفس الحجم الحقيقي طبعا اقدر انا ادرج التصاميم والاشكال والصور ويعني اشتغل مثل ما انا اريد ومثلا هنا رح نكتب كرت شخصي طبعا حجم الكرت الشخصي هو تسعة سنتيمتر في ستة سنتيمتر وان شاء الله رح نمطيكم احجام الورق واحجام الاعمال الدائية بالتفصيل بعونه تعالى فيما يخص الحجم فيما يخص الاعمدة الاعمدة من المواضيع المهمة جدا والهامة لكل من يعمل في مجال تصميم المجلات نلاحظ انه دائما في عمل المجلات يستخدم نظام الاعمدة وهو عمل النص على شكل اعمدة لسهولة القراءة يعني مثلا نختار حجم مثلا نختار اتجاه عمودي طبعا رح نخلي الحجم اي فور ونضيف الناس اللي اتعلمنا عليه اللي هو يساوي راند حتى نشرح لكم شنه هو الاعمدة الاعمدة طبعا رح اكبر شوية حجم الخط او ممكن اخذ نسخة واضيف طبعا يفضل انه اصغر حجم الورقة الاعمدة هي تحويل النص من عمود واحد الى مجموعة اعمدة يعني هسا هذا النص عدي عمود واحد اقدر مثلا اختار اثنان هنا نحول النص الى عمودين ثلاثة رح يحول النص الى ثلاثة اعمدة وطبعا هنا نقدر نستخدم مياه الاعمدة كشيدة مثل ما تعلمنا انه الكشيدة هي مساوات النص من اليمين الى اليسار لاحظ انه تحول النص الى ثلاثة اعمدة وهذا نظام المجلات والجرائد وان شاء الله رح ناخد تطبيق وراح تكون محاضرك متكاملة في كيفية عمل المجلة او تصميم مجلة او جريدة بواسط برنامج وورد طبعا سؤال ليش نحول العمود الواحد الى مجموعة اعمدة اثنان ثلاثة يسار يمين ما عندي اربعة في حال انه وردت استخدم اربعة اعمدة او خمس اعمدة اروح على مزيد من الاعمدة وطبعا عندي هذا الخيار رح يطيني عدد الاعمدة مثلا اختار اربعة اعمدة وموافق الاحظ انه رح تصير عدد اربعة اعمدة ولكن يفضل اذا كانت الورقة اي فور تكون ثلاثة اعمدة اما اذا كانت اي ثري ممكن ان تكون ستة او خمس اعمدة طبعا اكو عدي بعد امر اللي هو المسافة بين عمود وعمود والخطة البيني المسافة بين عمود وعمود عدي هنا التباعد طبعا هذا الخيار اللي هو التباعد اللي هو واحد بوينت خمس وعشرين يعني سانتيم وربع طبعا نقدر نتحكم بعرض التباعد مثلا رح اخلي واحد سانتيمتر موافق الاحظ انه الاعمدة تقربت على بعض ممكن نخلي بوينت ثمانية وممكن نضيف له خط بيني الخط البيني هو خط بين كل عمود طبعا ينطيني فد لمسة جميلة في النص الاحظ انه صار عندي نص بمجموعة اعمدة وبين كل عمود خط بيني طبعا سهولة بالقراءة ورونة جميلة مثل ما تلاحظون الشكل اللي امامكم طبعا هذا كمدخل بسيط لتصميم المجلات وان شاء الله رح نشرح كافة الامور بالتفصيل في المحاضرات القادمة فيما يخص لون الصفحة لون الصفحة طبعا اقدر اخلي لون للصفحة مثلا هذا اللون وليكن هذا اللون اقدر اختار اللون اللي اشوفه مناسب للصفحة ومثل ما تلاحظون صار عدي هذه الورقة بلون جميل جدا ممكن يكون هذا اللون الرمادي وممكن اختار اي لون اخر هذا فيما يخص لون الصفحة طبعا لون الصفحة رح يلون لي الامور رح يلون لي على كافة الصفحات فيما يخص العلامة المائية العلامة المائية هي عبارة عن ماركة او علامة او شعار او ممكن تكون نص توضع خلف النص كدلالة لمؤسسة ما او كدلالة لشخص ما او تعتبر لحقوق الطبع طبعا العلامة المائية بيها نوعا بيها علامة مائية نصية وبيها علامة مائية صورية العلامة المائية النصية مثلا طبعا ادنا هاي نماذج جاهزة يفضل انه نستخدم العلامة المائية المخصصة حتى نختار اللي احنا الريدة مثلا طبعا هنانا عندي ثلاثة خيارات على اليمين عندي هنانا بلا علامة مائية وصورة العلامة المائية ونص العلامة المائية طبعا بلا علامة مائية يعني معناها انه الملف او المستند ما بي علامة مائية صورة العلامة المائية نقدر من خلاله نختار صورة للعلامة المائية حتى تكون خلف النص كدليل إلى مؤسسة أو الشركة اللي ننتمي إليها طبعاً الخيار صورة العلامة المائية من خلال هذا الخيار نقدر نضيف علامة المائية على شكل صورة طبعاً بعد ما نفعل هذا الخيار نختار صورة العلامة المائية وراح أختار آني مثلاً من سطح المكتب مثلاً عندي صورة لهذا الشعار موافق ألاحظ أن هذا الشعار مثل ما تلاحظون صار خلفية للنص يدل على أن العلامة المائية خاصة لهذه المؤسسة طبعا نقدر نتحكم بالعلامة المائية مثلا إذا شفنا أن الشفافية أو الحدة خفيفة أو من بينه نقدر من خلال هذا الخيار اللي هو تبيض نلغي علامة الصح وبالتالي موافق راح ألاحظ أن العلامة المائية صارت أوضح ولكن يفضل أن العلامة المائية تكون باهتة حتى لا تشوه لي النص طبعا هذا فيما يخص العلامة المائية وبالنسبة نقدر للحجم نقدر تلقائي نقدر 500% 200% 150% ويفضل أن يكون تلقائي بالنسبة للنص طبعا نقدر من خلال هذا الخيار اللي هو اللغة نقدر نختار لغة العلام النص اللي إحنا نريده مثلا بما أنه عربي راح نختار السعودية ورح نكتب النص اللي إحنا نريده مثلا راح أكتب عالم ضهاء الاحترافي ونقدر من خلال الحجم نختار الحجم حجم النص اللي راح يكون علامة المائية ويفضل أن يكون تلقائي من خلال اللون طبعا نقدر نختار مثلا لون أحمر وموافق مثل ما نلاحظ أنه العلامة المائية صارت على شكل كتابة نص وطبعا مثل ما تلاحظون كبروا لكم الصفحة هذه اللي هي النص اللي هو خلف النص الرئيسي صار عندنا على شكل علامة مائية طبعا نقدر نتحكم بعد أكثر بالعلامة المائية لو فرضا أنه شفنا حجم الخط أو الخط مو مناسب نقدر مثلا نختار هذا الخط وطبعا عندنا هذا الخيار اللي هو شبه شفاف يشتغل نفس عمل اللي هو تبيض لها كان أكو علامة صح على شبه شفاف يعني مناتها الخط باهت وبشفافية قليلة ونقدر طبعا نزود الحدة من خلال نلغي هذه علامة الصح من خلال شبه شفاف موافق ألاحظ أنه صار عدي مثلا هذا النص عالم بهالاحتراف على شكل علامة مائية وتبقى عندنا خيار واحد اللي هو اتجاه العلامة المائية ممكن أن يكون قطري ممكن أن يكون أفقي ويفضل أن يكون قطري حتى ياخذ أكبر مساحة من الورقة طبعا قطري وشبه شفاف حتى يكون أجمل والنص يكون بارز وواضح أقصد النص الرئيسي هذا فيما يخص العلامة المائية طبعا لو أردنا إزارة العلامة المائية نقدر من خلال تخطيط الصفحة وعلامة مائية طبعا أكو خياريني أما إزارة العلامة المائية من هالمكان أو نروح على علامة مائية مخصصة ونختار الخيار الأول اللي هو بلا علامة مائية وبالتالي راح تنزال العلامة المائية طبعا فيما يخص حدود الصفحة حدود الصفحة المقصود بها الإطارات إطار الصفحة وعدنا عدة أنواع من الحدود النوع الأول اللي هو بلا طبعا بلا يعني بلا حدود النوع الأول اللي هو النمط النمط المقصود الحدود النمطية أو الحدود الخطية طبعا نقدر نختار أحد هذه الخطوط من خلال هذا السلايدر لن مجموعة خطوط مثلا هذا الخط وموافق نلاحظ أنه صار عدي إطار نمطي أو خطي وطبعا نقدر من خلال اللون من خلال هذا اللون نقدر ننطي لون مثلا لون أحمر للإطار ومثل ما تلاحظون صار عدي إطار نمطي جميل وبسيط وبلون أحمر أو ممكن يكون بلون أزرق أو مثلا أخضر مثل ما تلاحظون هذا الإطار الجميل هذا فيما يخص الحدود النمطية عندنا الحدود طبعا العرض هنا قبل أن ننتقل إلى حدود الصورية لدينا العرض العرض المقصود بيلي هو سمك سمك الإطار مثلا هذا الخيار اللي هو أربعة بوينت خمسة نقطة هذا أربعة بوينت خمسة نقطة وموافق مثل ما تلاحظون أنه صار عدي هذا الإطار جميل جدا وبسميك وبسمك عريض أقدر يعني أعتبره كإطار جميل النوع الآخر اللي هو رسم صورة رسم صورة يعني مقصود بحدود صورية وطبعا عدي مجموعة صور مثل ما تلاحظون موافق صار عدي هذا الإطار على شكل هذه التفواحة مثلا أو طبعا نقدر مجموعة صور هنا نقدر نختار أي صورة مثلا باعتبار أنه راح يجينا عيد الميلاد مثلا هذه شجرة الأرز أو مثلا نختار مثلا هذا قلب الحب مثلا وهكذا طبعا فيما يخص العرض العرض اللي هو المقصود بسمك الإطار الصوري صوري بس هنا أنا أكفد ملاحظة أنه الإطار الصوري لا يمكن تغيير لونه الإطار النمطي فقط نقدر نغير شوفوا هنانا اللون عدنا غير مفاعل ليسا النوع الإطار اللي نختاريه هو إطار صوري وطبعا نقدر نختار حجم أكبر حتى يكون الإطار بشكل أسمك فيما يخص إزالة الإطار عندنا الخيار هنانا بلا الخيار بلا المقصود به هو إزالة الإطار وموافق هنا صار عندنا الصفحة بدون إطار طبعا أكبر ملاحظة طبعا نقدر نضيف إطارات صورية بشكل جميل جدا على شكل صورة طبعا هاي الإطارات الصورية موجودة بالجوجل مثلا بس نكتب فقط براويز أو براويز إسلامية راح نشوف الملايين والآلاف من الإطارات مثلا أنا حملت إطار جميل طبعا شون نضيف هذا الإطار بعد ما نعلاقه بالأمر حدود الصفحة من خلال إدراج مثل ما تعلمنا صورة ورح نختار مثلا هذا الإطار ومثل ما تعلمنا كليك أيمن والتفاف النص ونختار أمام النص حتى نتحكم به ورح أخلي به المكان بعدين نكبر حجم الإطار حتى يكون على كبر الصفحة وحتى أكتب كتابه فيه المنتصف يفضل أستخدم مربع نص أستخدم مربع نص مثل ما تعلمنا وأضيف النص اللي أنا أريده وليكن راح نضيف يساوي راند طبعا هذا النص أقدر أتحكم به ومن حجم الخط وبولد وأقدر مثلا كشيدة صغيرة وأيضا مثل ما تعلمنا نقدر نلغي حجم أفوا نقدر نلغي المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ونقدر بلا تعبئة مثل ما تعلمنا صار عندنا إطار جميل ونص بداخل هذا الإطار فيما يخص تطبيق المحاضرة تطبيق محاضرة اليوم أولا إضافة علامة مائية صورية مثلا إضافة علامة مائية صورية ثانيا إضافة نص مثلا راند وتحويل هذا النص إلى ثلاثة أعمدة مع إضافة كشيدة متوسطة أو صغيرة إلى النص مع إضافة فاصل بيني وحجم النص 14 حجم النص 14 ومع إضافة إطار مع إضافة إطار من خلال تخطيط الصفحة حدود الصفحة الإطاري أما يكون صوري أما يكون نمطي أنا مثلا رح أختار إطار نمطي وبلون مثلا أحمر موافق هذا هو تطبيق محاضرة اليوم إضافة إطار إلى الصفحة بأي نوع نمطي أو صوري بأي نوع إضافة نص وتحويله إلى ثلاثة أعمدة مع إضافة خط بيني بيني كل عمود مع إضافة علامة مائية صورية ممكن أن العلامة المائية الصورية إذا شفناها غير واضحة ممكن أن تكون نلغي الأمر تبيض وتكون أغمق ما إضافة علامة مائية هذا فيما يخص تطبيق محاضرة اليوم المحاضرة السابعة نتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر